أكون الأعداد ذات سبعة أرقام فأكثر وأكتبها وأقرأها أستحضر أولاً بعد انتهاء الدروس دخل العم مسك قاعة السنة الرابعة لتنظيفها فوجد عداداً ذا ستة خانات فاغتنم الفرصة للتعلم وقرأ العدد الممثل أقرأ بدوري هذا العدد العدد هو سبعمائة وخمسة عشر ألفاً ومئتان وثمانية ثانياً حرك العم مسك أقراس العدد فتحصل على مجموعة من الأعداد أقرأ مواصفاتها وأكتبها أكبر عدد يتكون من ستة أرقام هو العدد الذي تكون جميع أرقامه تسعة أي تسعمائة تسعة وتسعون ألفاً تسعمائة تسعة وتسعون أصغر عدد يتكون من ستة أرقام هو العدد الذي يكون رقم مئات آلافه واحد وباقي أرقامه صفر أي العدد مئة ألف عدد ذو ستة أرقام عدد آلافه أربعمائة سبعة وثلاثين ورقم آحده ثلاثة ورقم عشراته ومئاته على التوالي أربعة وضعفه أي أن رقم العشرات أربعة ورقم المئات سيكون ثمانية لذا فالعدد الذي نبحث عنه هو أربعمائة سبعة وثلاثون ألفاً وثمانيمائة وثلاثة وأربعين ثالثاً تساءل العم مسكن كيف يمكنني تكوين العدد واحد مستعملاً الخانات الستة لهذا العدد؟ أساعد العم مسكن على تكوينه لتكوين العدد واحد باستعمال الخانات الستة لهذا العدد يجب أن توضع جميع خاناته على الرقم سفر ما عاد رقم أحد الوحدات البسيطة الذي يجب أن يكون رقمه واحد أستكشف وأتدرب رابعاً ضم العم مسكن إلى العدد الأول عداداً آخر جميع أقراصه مثبتة على الرقم سفر وحرك القرص الأيمن للعدد الثاني عدة مرات وكذلك أقراص العدد الأول فتحصل على النتائج التالية المثبتة على الجدول الموالي أقرأ الأعداد في الجدول ستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية ثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعة وستون خمسمائة ألف ومئتان وإثنان ثلاثمائة وستون ألف وتسعة تسعمائة وثمانون وستة واحد وخمسون ألف وثلاثون أكون الأعداد الجديدة وأكتبها وأقرأها عند إضافة الرقم إثنان كرقم سابع لستمائة وسبعة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية يصبح العدد الجديد إثنان مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية عند إضافة الرقم أربعة كرقم سابع لثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعة وستون يصبح العدد الجديد أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعة وستون عند إضافة الرقم خمسة كرقم سابع لخمسمائة ألف ومئة واثنان يصبح العدد الجديد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ومئة واثنان عند إضافة الرقم أربعة كرقم سابع لثلاثمائة وستون ألفا وتسعة يصبح العدد الجديد 4 ملايين و 360 ألف وتسعة عند إضافة الرقم 5 كرقم 7 ل 986 يصبح العدد الجديد 5 ملايين و 980 ألف و 6 عند إضافة الرقم 9 كرقم 7 ل 51 ألف و 30 يصبح العدد الجديد 9 ملايين و 51 ألف و 30 ماذا يمثل الرقم 7 المضاف في كل مرة؟ إلى أي منزلة ينتمي؟ يمثل الرقم 7 المضاف في كل مرة قسم الملايين وينتمي إلى منزلة أحد الملايين خامساً أكتب عدد سكان كل بلد بالأرقام تونس 9 ملايين و 700 ألف نسمة بنجلديش 133 مليون و 500 ألف نسمة الصين مليار و 273 مليون و 300 ألف نسمة الولايات المتحدة الأمريكية 284 مليون و 500 ألف نسمة ما عدد سكان الصين بحساب المليون نسمة؟ عدد سكان الصين بحساب المليون نسمة هو 1273 مليون نسمة ما عدد سكان تونس بحساب الألف نسمة؟ عدد سكان تونس بحساب الألف نسمة 9700 ألف نسمة ما عدد سكان تونس بحساب المائة ألف نسمة؟ عدد سكان تونس بحساب المائة ألف نسمة سبعة وتسعون مائة ألف نسمة سادساً كان على العدد العدد 2 مليون و 586 ألف وتسعمائة واحد وسبعون حرك العم موسك القرصين الثامنة والتاسع فتحصل على العددين التاليين أقرأ العددين المكونين العدد الأول 342 مليون و 586 ألف وتسعمائة وواحد وسبعون العدد الثاني 452 مليون و 586 ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ما عدد الملايين في كل عدد؟ عدد الملايين في العدد الأول 342 مليون عدد الملايين في العدد الثاني 452 مليون ماذا يمثل الرقم أربعة في كل عدد؟ العدد أربعة في المثال الأول يمثل عشرات الملايين وفي العدد الثاني يمثل رقم مئات الملايين 7- ألف أكون ثلاث لافتات ورقية أكتب على كل منها عددا ذا ثلاثة أرقام 701 مليون و 536 ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون باء أغير مواقع اللافتات بحيث أحصل على أعداد أخرى أكتب الأعداد التي تحصلت عليها وأقرأها 536 مليون و 988 ألف و 701 تسعمائة و ثمانية وسبعون مليون و 701 ألف و خمسمائة وستة وثلاثون ثامنا كان على العداد العدد 451 مليون و 617 ألف و 803 حرك العم ميسك القرص العاشر من جهة اليسار ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر فتحصل على التوالي على الأعداد التالية ألف أقرأ هذه الأعداد 5451 مليون و 617 ألف و 803 3535 مليون و 451 مليون و 617 ألف و 803 باء ما هو القسم الجديد في كل عدد؟ القسم الجديد في هذا العدد هو رقم أحد المليارات 5 القسم الجديد في هذا العدد هو رقم عشرات المليارات 3 القسم الجديد في هذا العدد هو رقم مئات المليارات 2 جيم أكتبها في جدول المنازل تاسعاً ألف أعود إلى لعبة اللافتات وأضيف لافتة رابعة تشتمل بدورها على عدد ذي ثلاثة أرقام وأكون أعداداً ذات إثني عشرة رقماً وأكتبها اللافتة المضافة هي اللافتة الحمراء الأرقام التي بوسعنا تكوينها هي مئة مليار وسبعمائة وواحد مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون تسعمائة وثمانية وسبعون مليار ومئة مليون وسبعمائة وواحد ألف وخمسمائة وستة وثلاثون خمسمائة وستة وثلاثون مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون ومائة ألف وسبعمائة وواحد سبعمائة وواحد مليار وخمسمائة وستة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف ومئة باء ما عدد المليارات في كل عدد؟ عدد مليارات العدد الأول هي 100 مليار عدد مليارات العدد الثاني هي 978 مليار عدد مليارات العدد الثالث هي 536 مليار عدد مليارات العدد الرابع هي 701 مليار جيم ما عدد الملايين في كل عدد؟ عدد الملايين في العدد الأول هي 100701 مليون عدد الملايين في العدد الثاني هي 100978 مليون عدد الملايين في العدد الثالث هي 978.536 مليون عدد الملايين في العدد الرابع هي 536.701 مليون أوظف مكتسباتي أولاً أتعرف عدد سكان قارة أفريقيا عدد سكان قارة أفريقيا هو عدد متكون من 9 أرقام مجموعها 20 مجموع أرقام قسم الملايين 20 لو أضفنا إلى مئات الملايين واحد لأصبحت أرقام هذا القسم متساوية ما عدد سكان قارة أفريقيا؟ بعد قراءة جميع المعطيات والتمعون فيها جيداً نستنتج أن عدد سكان قارة أفريقيا يساوي 677 مليون نسمة ترجمة نانسي قنقر